وضع مأساوي ومعاناة تزداد كل يوم هكذا هو حال المختطفين في سجون عدن حيث تتعدد الانتهاكات بحقهم وتطول مدة سجنهم ولا ملامح لخروجهم في القريب خمسة عشر معتقلا بدأوا تنفيذ إضراب عن الطعام في أحد سجون المدينة احتجاجا على عدم الإفراج عنهم رغم حصولهم على قرار سابق بذلك رابطة أمهات المختطفين قالت في بيان لها إن أبناءهن المعتقلين في سجن بير أحمد أعلنوا الإضراب المفتوح عن الطعام بسبب التعاصفات وعدم الإفراج عنهم وتجاوز وجود أوامر بالإفراج عنهم منذ أكثر من ستة أشهر الرابطة طالبت في البيان أيضا وزير العدل ووزير الداخلية والنائب العام بالإفراج عن المعتقلين والنظر لوضعهم وسرعة تنفيذ الإجراءات القانونية بالإفراج عن بقية المعتقلين الذين يقبعون في السجن منذ أكثر من عام ما المبرر لبقائهم في السجون حتى اليوم مع تدهور صحة بعضهم وعدم وجود أي تهمة حقيقية تدينهم هكذا يتساءل حقوقيون عن سر بقاء المعتقلين في السجون التي تشرف عليها القوات المدعومة إماراتياً في عدن يوم بعد آخر تضيق كل سوء لأمام أمهات المختطفين وتزداد الانتهاكات بحق أبنائهن مقابل تجاهل السلطات وأكثرة المماطلة في الإجراءات المتبعة للإفراج عنهم وهي دائرة مستمرة من المعاناة الطويلة وشعور بالقهر